اشتركوا في القناة في فارق الدقائق لأنهم اثنين أساسا ماشيين مع بعض الهم فترة يعني عاملين زاوية اقتران فبيمشوا مع بعض فاليوم بدهم يطلعوا من برج الجدي ويدخلوا على الدلو اثنين مع بعض فعشان هيك بدنا نشوف تأثيرات هذا الانتقال هل رح يكون فيه إيجابية رح يكون فيه سلبية فتأثيراته وتأثيراته العامة بما أنه اثنين مع بعض معناته التأثيرات رح تظل مجتمعة للكوكبين هذولا في بيت واحد لجميع الأبراج عشان هيك بدكوا تركزوا معي بشكل مزبوط في المعلومات اللي أنا رح أحكيها اليوم أول إشي رح نحكي عن انتقال المريخ للدلو اللي رح ينتقل الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل طبعا وراح يمكث في برج الدلو لغاية صباح يوم خمسة عشر أربعة الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها بنتقل لبرج الحوت طبعا انتقال المريخ دائما في كل حلقة في كل يعني حالة طول لما بيجي المريخ بدي ينتقل من برج لبرج آخر يبلغ بخمس أيام تقريبا وبعده بخمس أيام بيكون الوضع محتدم وحام كثير لأنه دائما انتقال المريخ بيحمل معاه عادات عادة شحنة من أعمال العنف والمواجهات ومور إلها علاقة بالنيران والتفجيرات طبعا بالنسبة انتقاله لما ينتقل لبرج الدلو يعني موليد برج الدلو بدي يصير عندهم طاقة أكثر لأنه بدي يشحنهم الطاقة كبيرة ونشاط رح يتمتعوا بجراءة ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم أحيانا وبيستفيد معهم برضو بصفات إيجابية أو سلبية اللي هم الأوراج الهوائية والأبراج النارية غالبا مع انتقال المريخ من برج لبرج وخصوصا انتقاله لبرج هوائي بده يحمل في هاي فترة هذه الفترة اللي بده يمكثها في برج الدلو معناته هاي فترة فيها كثير من الرياح فيها كثير من العواصف الهوائية أو العواصف الرملية بالنسبة للزهرة انتقال الزهرة رح ينتقل الساعة 6.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني الفارق سبع دقائق ما بين الانتقالين طبعا انتقال الزهرة لما بده ينتقل من الجدي للدلو رح ينتقل زي ما حكينا الساعة 6.29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج رح يمكث في برج الدلو لغاية يوم 5.4 لينتقل بعدها لبرج الحوت طبعا يوم 5.4 يعني ما بعد العصر الساعة 3.17 دقيقة هاي الفترة المذكورة رح يطرق تحسن ملحوظ على المظهر الخارجي لموليد برج الدلو رح يشعروا بقوة العاطفة وينجذب لهم أفراد الجنس الآخر وبيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية الأخرى والنارية اللي هم الجوزاء والميزان الحمل لأسد القوس والدلو طبعا هو أساسي وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في ساعة ميلاده في برج الدلو طيب بالآن بدنا نشوف هل هذا الانتقال للمريخ والزهرة رح يكون إيجابي ولا سلبي يعني في هذا الشهر هو خلال هذا الشهر هذول الكوكبين مش رح يشكلوا غير زاويتين يعني كل واحد منهم رح يشكل زاويتين المريخ زاويتين والزهرة زاويتين الزاويتين هذولا زاويتين سلبيات ليش؟ لأنه الأولى رح تكون زاوية تربيع مع أورانوس والثانية رح تكون زاوية اقتران مع زحل لأنه زحل موجود في الدلو طيب إيش آثارهم؟ بالنسبة لاتصال التربيع المريخ مع أورانوس اللي رح يكون يوم 22 ثلاث فهذا بيخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الإشي بيجعلنا غربي الأطوار وعانفين وبيسببنا شقاقات عاطفية والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي يعني ضعف جنسي عدم القدرة الجنسية مرود جنسي شغلات زي هيك ودولياً بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحراف تفجيرات وقوع طائرات حوادث في السك الحديد زلازل عواصف ممكن يقع نوع من أنواع التمرد أو الإنقلاب العسكري أو يتم عزل أحد القادي أو قتل أحد القادي الكبار أو بتشهد مظاهرات وإضرابات في قطاع الصناعة والصحة وبسبق قمع للحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران ما بين المريخ وما بين زحل واللي رح تكون ذروتها يوم خمسة أربعة طبعا الزاويتين هذولا تأثيرهم يبلي بخمس أيام وبعد بخمس أيام يعني الأولى 22 ثلاثة نقلل خمس أيام من هذا التاريخ يعني لغاية يوم 17 ثلاثة بتبلش آثارها وبتنتهي آثارها يوم 27 أما بالنسبة لهذه الزاوية بما أنه خمسة أربعة اللي هي الاقتران فتأثيرها من بداية شهر أربعة لغاية يوم 8 تسعة أربعة تقريبا فبتزداد من زاوية الاقتران السلبية هاي ما بين المريخ وزحل بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتزيد في هاي الفترة العصبية وعليه لازم نتمالك أعصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة فممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لامتعاد داخلي وينعكس على علاقاتنا مع الغير طبعا أبدل على ظهور صعوبات ومشاكل في القطاع الصناعي أو الصناعة الثقيلة والبورصة الأسهم فيه اضطراب رح يصير فيها وتراجع المنتوج الفلاحي استخراج المعادن احتمال وقوع حوادث واضطرابات ومقاطعات في أمور المناجم والمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن عرق الإنتاج كمان في هاي الفترة بيزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف وفي هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين والمتعصبين أو ممكن تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزهرة طبعا رح يشكل زاويتين حكينا زاوية الأولى تربيع رح تكون بين الزهرة وبين أورانوس وهي رح تكون يوم 19-3 يعني بدكوا تتوقعوا لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع انتهاء دون رجعة طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران ما بين الزهرة وزحل وهاي رح تكون يوم 28-3 فتنقطع برضو العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة يعني زاويتين اللي هم تأثير مباشر على الأمور العاطفية والأمور اللي لها علاقة بالحب والغراميات طبعا بالنسبة للزاويتين اللي هي ما بين 19-3 قبلها بثلاث أيام وبعدها بثلاث أيام لأن الزهرة بالحركة أسرع من المريخ فقبل 19-3 بثلاث أيام وبعده بثلاث أيام عمليات التجميل لا ينصح فيها وبرضو في زاوية الاقتران وهي الأقوى في تأثيراتها اللي هي يوم 28-3 قبلها بثلاث أيام وبعدها بثلاث أيام يفضل عدم المبادرة لأي شيء له علاقة بالتجميل لأنه رح تكون نتائجها صعبة ومش بشكل جيد طيب شو التأثيرات بالنسبة لهاي الانتقال على الأبراج كلها يعني هاي الزوايا بتأثر على جميع الأبراج طيب وجود الكوكبين اللي هو الزهرة والمريخ في الدلو إيش بيأثر على باقي الأبراج خلينا نشوف بالتسلسل برج الحمل طبعا هو له علاقة بالأصدقاء والعلاقات الاجتماعية المعارف هاي تركيز الأساسلة لها فعشان هيك بدهم يمتنعوا عن المواجهة عن المواجهة مع الأصدقاء أو فرض السيطرة على الأصدقاء أو تعنت بالرأي وبدهم يعززوا النشاط الاجتماعية ولكن بدون عصبية وبدون انفعال برج الثور بركز على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ومجالات العمل فعشان هيك بدهم يتجنبوا إهمال عملهم بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين بدهم يتجنبوا المغامرة والمجازفة وتشويه السمعة رغم أن الزهرة بيحمل فرص للتقدم في العمل وبيعطي دفعة جيدة جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لكن دون مغامرات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة فهم مستفيدين لأنه هو برج هوائي فهنا بدهم فقط من المريخنهم يحذروا أثناء سفرهم لبعيد يتجنبوا القضايا القضائية إذا عندهم امتحانات جامعية يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوظ بشكل كبير رغم أن الزهرة راح تمنحهم نجاح في السفر بالهجرة الاتصالات الدراس الأكاديمية المواضيع القضائية ولكن بما أنه اثنين منتحسات فمنقول أنه قضايا قضائية حوله أنه إذا كان القمر بدعمك في هذاك اليوم ممكن ولكن اعتمادا على الزهرة واعتمادا على المريخ فما بنصح برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بدهم يحذروا في الأمور اللي لها علاقة شراكة مالية وشراكة عاطفية وطبعا هم هذا بيت الشراكة المالية فممكن يحصلوا على أموال بتيجي من تركة أو تعويض أو أموال بتعودلهم ولكن بدهم يحذروا من المصاريف لزيادة بالفترة القادمة أو ممكن تظهر بعض المشاكل المالية عندهم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدهم يحذروا هم بشكل مباشر في هذا الموضوع لأنه هو مقابلهم تماما وحكينا أن المريخ والزهرة رح يشكلوا زوايا تربيع واقتران وهدولا حادات جدا عشان هيك أكثر مشاكلهم رح تكون في أمور الشراكة إن كان الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية فضبط الأعصاب مطلوب ممنوع التهور والمغامرة والمجازفة ممنوع إنك تتخذوا قرارات بدون ما تعدوا للمليون خصوصا في أمور اللي بتتعلق فيكم وشركاء العاطفة بينك وبين أزواجكم لأنه ممكن هاي المشاكل توصل للإنفصال إذا ما راعتوا ضبط النفس وفي نفس اللحظة في منك رح يعزز شراكته أو يدخل بشراكة جديدة ولكن بده يدرسها بشكل جيد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء هي بتركز على العمل وبتركز على الصحة فعشان هيك بدهم يركزوا على العمل لا سيما علاقاتهم مع زملائهم يركزوا بأثناء أداء واجباتهم أثناء العمل وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجية ثقيلة عن الأرض لأنه نقطة الضعف عندهم بتكون منطقة أسفل الظهر والعضلات فعشان هيك هاي النقطة اللي بدهم ينتبهولها صحيا وبرضو رغم أنه بتعطي إيجابية من الزهراء أنها بتعطيهم فرص الأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل وبتعزز العلاقات مع الزملاء ولكن في لحظات ممكن يفقدوا أحصابهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان مثلهم مثل موليد برج الأسد بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم لأنه الحلاقات الضعيفة ممكن تنتهي بشكل مفاجئ بهاي الفترة رغم أنه الزهراء بعطيهم حظ في القوة العاطفية والمال وفرصة للنساء للدخول في الحمل ولكن بدهم ينتبهوا أنه نحوص للزهراء برضو بتعمل قطع للعلاقات العاطفية فبدهم يضبطوا أعصابهم مع أحبائهم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز سيكون على البيت وعلى العائلة فبدهم يتجنبوا مواجهة ما بينهم وبين أفراد العائلة وبدهم يحذروا من النيران والأدوات الحادة في المنازل من دفاية ومطبخ خصوصا الرجال اللي بيشتغلوا في إشي إلوا علاقة بالنيران فهذولا بدهم يكونوا حذرين من هاي النقطة بيستفيدوا على مستوى سكن عقار علاقات عائلية اجتماعية مناسبات إلها علاقة بالبيت فهي بتعطيهم أجواء جيدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بدهم يحذروا في السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا المواجهة ما بينهم وبين أخ أو جار هاي نقطة الضعف بالنسبة لهم مع العصبية والحدية إلا أن الزهرة في أوقات كثيرة بتعطيهم نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وأمور بتتعلق بالسيارة يعني ممكن يشتروا سيارة ولكن أهم شيء إنهم ينتبهوا أثناء قيادة السيارات ما بين المدن برج الجدي بيستفيدوا مالياً ولكن بتتصاعد عندهم النفقات أغلب المكاسب راح تكون لبرج الجدي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات داعم هدايا من خلال عملك بتتزايد الأرباح ولكن زي ما حكينات تنتبه على أموالك ما تكفى الحد ما تضمن حد خلال الشهر هذا وانتبه لمصاريفك ما تندفع وتتهور برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً أهم شيء له المريخ شو اللي بأثره إنه بدهم يضبطوا أحصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه في عندهم استعداد للتصرفات متسرعة رغم أنه هو بيعطيهم طاقة وجراءة ولكن بيكونوا منفعلين الزيادة وبتاخدوا قرارات بشكل متسرع فبتكون تنتبهوا من هاي النقطة فيه تحسن كثير بيطرأ على مظهركم الخارجي وبرضو بيظهر على قوة العاطف عندكم وإنجذابكم لأفراد الجنس الآخر وإنجذاب الأفراد الجنس الآخر لإلكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بدهم يحذروا من المريخ بوجوده بالدلو بيتمتاعبهم بدهم يحذروا من أشخاص بيتآمر عليهم من وراء الكواليس هذا واحد اثنين بدهم يحذروا من الدخول في الأمور المورئيات أو الغيبيات أو الروحانيات أو العوالم الأخرى يعني تدخلوش في هاي المجالات في خلال هذا الشهر الأمر الثالث كثير من موليد برج الحوت رح يتوهموا أمر أنهم مصحورين معمول لهم عمل محسودين حد بيشتغلوهم روحاني هاي الأمور كلها من أثار وجود المريخ في بيت المتاعب طبعا بيعززها بشكل كبير وخصوصا أنه الزهرة كمان اللي قوله علاقة بالعواطف رح يشكل برضو زوايا سلبية فرح يأثر على الأحلام والكوابيس والأوهام بالخياني أوهام بالوسواس يعني من هاي النقاط رغم أنه الإيجابية رح تيجي من وجود الزهرة أنه بيعطيكوا فرصة للعمل والتعامل مع المؤسسات والشركات اللي كبيرة أو العمل فيها ولكن زي ما حكينا انتبهوا من اللي بغشوكو أو اللي بيخدعوكو واللي بتآمر عليكو هيك بنكون انتهينا من هاي الحلقة اللي لها علاقة بالمريخ والزهرة وإن شاء الله أنه الأشياء الإيجابية اللي حكيتها تصير معقول اللي حكيته سلبي ما يصير وفي النهاية ما يقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة